أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ قام بزيادة سبعين سريراً وحضاناً وذلك في الأقسام الحرجة بالمستشفيات بست محافظات خلال الفترة من العاشر من يوليو وحتى العاشر من أغسطس من عام 2024 أفدت الوزارة بأن نسبة زيادة أعداد التسجيل على منظومة الرعايات والحضانات بلغت 12% للرعايات المركزة و10% للحضانات فيما نجحت المنظومة في تسكين 13424 حالة خلال هذه الفترة